موسيقى مشاهدي تليميال ونورسات اللامان البطيارك يحنى بوتوس الحاج هو ركن من أركان الكنيسة المارونية وكان واحدا من بين البطارقة الذين حفرت أسماؤهم وعطاءاتهم في تاريخها هو البطيارك الحادي والسبعون بدأ من 1890 حتى وفاته 1898 في واحدة من أقصر الحبريات المارونية دامت ثماني سنوات فقط شغل الحاج قبل انتخابه بطيارك منصب رئيس أساقفة بعلبك وقبلها قاضي المحكمة الروحية المارونية صحيح أنها مسافة قصيرة في الزمن لكنها غنية بالإنجازات والمواقف والعلاقات المميزة التي وفرت على لبنان الحروب والمجازر في تلك الحقبة من التاريخ إنه واحد من عظماء الكنيسة المارونية الذي رفض التوقيع على سق المصالحة بعد فتنة 1860 وطالب بالتعويضات ممن سرع في اهتمام الدول بتحقيق الهدنة والسلام في الجبل بسبب حنكته وحكمته وإدارته شؤون الطائفة حصل البطيارك يحنى الحاج على عدد وافر من الأوسمة فأثر ارتقائه إلى السدة البطياركية حصل على وسام المجيد الأول وعاد السلطان عام 1898 فمنحه الوسام العثماني الأول بعد أن أصدر البطيارك رسالة عامة يحض فيها الموارنة على التبرع بعد أن طلبه السلطان لمنفعة عائلات الجرحة والقتل خلال الحروب وكان قد حاز قبلا الميدالية الذهبية الكبرى بعد أن تبرع بمبلغ 6000 فرنك مساعدة لمنكوبيت ضرب اسطنبول كما أهدت إليه الحكومة الفرنسية صليبا ذهبيا ووسام جوقة الشرف من رتبة كوموندور ومنحه أيضا البابا ليوء الثالث عشر وسام القبر المقدس من الدرجة الأولى بطيارك بهذا الحجم والفخر كيف لا نلقي الضوء على إنجازاته التي شغلت الدول والسلطنات في تلك الحقبة من التاريخ تاركا أثرا إيجابيا على الكنيسة المحلية التي تذكره بالخير نتعرف اليوم على هذا البطيارك مع من كان همه تصليط الأضواء على عظماء مروا في التاريخ ولم ينصفهم فهذا نحن اليوم نرحب بالدكتور روني خليل لنستقي من علمه ما يقودنا إلى المعرفة والحقيقة أهلا وسهلا فيك دكتور خيلين أهلا فيك أستاذ أليو إنجازاته وطبع حبريته حتى ممكن مع البطيارك يوحنا الحج ولو قصيرة ولكن كانت غنية جدا قبل ما نفوت على إنجازات هيك منك نتعرف بلمحة سريعة عن سيرة حياته كيف كانت لوصوله للبطياركي بداية البطياركي الحج هو من بلدة دلبتا الكسرواني وهو أيضا ابن هالأبرشيلي اللي نحن فيها وقاله أثر كتير كبير فيها هلا نحن بنقول شو هو بالتحديد أصله من بلدة حصرون الشمالية قديمة بالـ 1680 ونزحت عائلته إلى بلدة دلبتا هو ابن عائلة كهنوتية والده خوري خوري يعقوب وتربى بهالجو هيدا لهالسبب هيدا يعني كان من الصغره ميال إلى الكهنوت ولد بالـ 1817 ودرس بعين ورقة كمان اللي خرجت كثير من الأساقفي والبطياركي والعلماء وثم صيمة كاهنا بالـ 1839 وبمرحلة لحقة كمان مطران بالـ 1861 اللي كمان شوية رح نتوقف عند هالمرحلة هيدا وبالـ 1890 بطياركي الآن أبرز شغلي بهالمرحلة الأولى ده بنا نقول اللي كانت هي تسلموا مركز القضاء بالـ 1844 بدأ حياته القضائية ومثل ما سبق وقالنا بالحلقة الماضية انه كانت بلشت بعهد البطياركي حبايش اللي كان عم بيرسل طلاب اللي يتعلموا الفقه الإسلامي والشريعة وهو كان من بعد أول تلميزان كان هو الطالب الثالث اللي ارتاد علم القضاء والفقه الإسلامي وكان عنده هون وسمة أو بصمة كتير مهمة بهذا المجال أولا الأحكام كان عادل جدا اثنين بهالفترة هيدا بالـ 1860 صار في عنا الفتنة اللي صارت بين الموارني والدروز فتت للجبل صحيح وعقد المصالحة كان ينفي هذا العقد التعويضات للموارني أو النسيحيين عموما وهذا العقد كان لازم يتوقع من أطراف الحرب فهو رفض التوقيع كونه كمين قاضي رفض التوقيع عليه ما لم يتضمن التعويضات ورجع حقوق لأصحابه وهذا الأمر يعني عناد إذا نقول بهذا الأمر منشان هيك بعدين دول أوروبية والسلطة العسلانية أخرت بهذا القرار ورجعت بعض الحقوق إلى أصحابه هيدا إذا بنا نحكي بشكل سريع يعني بها الفترة قبل ما نفوت بالإنجازات بعهد أسقفيته وباترياركيه أكيد كان طالما الفترة الفترة الحبرية كثير أصيرة 8 سنوات ولكن كان الباترياركي وحنى الحاج كأسقف كان عنده أعجازات شو أهم الإنجازات على الصعيد الأسقفية؟ بالـ 1861 تسلم أبرشية بعلبك كان اسمها قديما يلي اليوم أبرشية جوني المارونية أو الأبرشية الباترياركية صحيح كانت تصال حدودها إلى بعلبك وكانت كمان يعني واسعة المناطق أو تضم عدة رعاية جغرافيا كبيرة جغرافيا كبيرة صحيح فأول أمر وضعوا بنصب عينية اللي هو بناء دار أسقفي ثابت وكبير لأن كان عندنا دار أسقفي ولكن ما كان بشكله الحالي لها السبب هيدا اشترى شقفة أرض بمنطقة عرامون بكسروان من أحد المشايخ وبدأ بعهده ببناء المقر الأسقفي اللي بعده لحد اليوم المقر الصيفي وطيطبع هيك اسمه يعني تكون له ذكر عمل المبنى الأسقفي على شكل أش أنه هو حنى حج باللغة الفرنسية فإذا متطلع اليوم من أعلى المقر أو بمحل مرتفع بتلاقي المقر بشكل جاي أش هيدا أول حدث أنجزه بفترة أسقفيتو الحدث الثاني كمان المهم بالألف وثممية واربعة وستين وخمسة وستين كان في عنا مسألة مسح الأراضي يلي صارت بكسرواني من قبل السلطن العثماني أو المتصرفي يعني نظام يلي كان موقت سائد راح نحكي عنه كمان شوية بالأمور السياسية فالرعاية رفضوا بداية هلا لا يرفضوا لأنه اعتبروا أنه المسح يمكن يؤثر سلبا على مساحة أراضيهم مع أنه كان ينشأ خلافات كثيرة بين المؤمنين أو بين العامي بشكل عام لا لأنه مثلا يكون واحد شقفة أرض من الزيتوني للزيتوني أحيانا التيبس الزيتوني يضيع الحق مثلا ما كان في حدود بجغرافية محددة فهو أقنع أبناء المنطقة بدرورة المسح وأنه هذا المسح أولا بيسبت لك حقوقك ولو يمكن راح أحيانا بعض التراجعات أو بعض الطرق يلي كاملة تمرو كنا نقلة طرق العربات يعني أو غيرها ولكن من وقته بلش التثبيت الملكي وصار في عنه سقوك بعد حد اليوم بالدواء العقدية من وقته وصارت تتنقل غيري تاني انجاز عمله على الصعيد التربوي كان على اتصال كمان كثير بالمدارس بأبرشيتو وأنشأ مدرسة مثلا بميروبة أنشأ كمان مدرسة مهمة كمان كليركية بالمطرانية أو بالدار الأسقفي بعرامون يلي خرجت كهنة وأصد منه بعدين صار أساقفي كمان للأبرشية فكان يعني بها الفترة متعدد النشاطات بفترة أسقفيتو لأنه استمرت طويلا من الـ 1861 للـ 1890 كمان أصفاروا بهالمرحلة سفر عدة مرات مع المطران لحويك وغيره زملائه إلى باريس وإلى أيضا السلطة العثمانية اللي أهدته أوسمي قبل ما يصير باطريارك وإلى الفاتيكا أو إلى الـ روما روما بوقتها وغيرا من البلدان اللي كان عم بيمثل الباطريارك مسعد بفترته عم بيمثله في الخارج أولا وثانيا عم بيؤدي بعض النشاطات الرعوية ببلاد الاختراب مثلا كانوا يروحوا مثل ديساب بوتر أو مرسلين تنقل لخدمة رعاية أو ياخدوا معهم كهني لا يفتحوا أبرش لا يفتحوا عفوا خورنيات من قلها أو يفتح رعيه يعني وغيره من النشاطات اللي قام فيها بهذه الفترة هيدا بشكل يعني سريع زينا نحكي عن فترة أسقفيته يمكن هيدا سهلت عليه أكتر بعمله صح ومعارفه ايه كبتريارك بعد وعلاقته مع فرنسا علقته مع الكرسي الرسولي علقته مع السلطني كانت منيحة كمان وهيدا جدير إننا نتوقف عنده شوي لأنه يعني تتكون السلطني راضي على مطران وبعدين على بطرك هيدا شغلي كمان نعمي يعني وتيقدر يوصل للسلطان أو للصدر الأعظم اللي هو بمثابة رئيس مجلس وزراء اليوم كمان شغلي من نهيني ويقدر كمان بمرحلة اللحعة يجيب منه مساعدات راح نشوف إنه أخذ مساعدات من السلطن العثماني لمشاريعه الرعوية اللي عملا ببطريار كيتو كنت وقفت بداية الحديث إنه حتى بالمقدمة وممكن ما رأت علي أنت مرور الكرام بسيرة الحيط إنه لما رفض البطريارك التوقيع على الهدنة اللي صارت صح هل صار في تجوب بعدين صار في تعويضات وقدر وصل لتحقيق مقرب ومن خلال ما تم دفع التعويضات بالكامل ولكن وعيدة بعض الحقوق إلى أصحابه أنجز شيء أنجز شيء ولكن كان العقد المصالحة كان ينفي كليا التعويضات وله السبب هو الإصرار هذا على ضرورة تعويض الأضرار للمتضررين المسيحيين تحديدا كونه كان قاضي وكونه كمان بفترة كان مطران يعني هذا الأمر كان رسلهم بعض الحقوق المتوجبة لهم على صعيد البطرياركي شو هي الإنجازات وممكن أن نطلع من أبكرك صح فإذن صحيح أن فترة بطرياركيته كانت أصيرة 8 سنين هو انتخب بالـ 1890 ولكن كانت حافلة بالإنجازات العمرانية يعني ما كان عنده اضطرابات سيئسية بهالفترة تتعكله المزاج ولكن عمرانياً وتربوياً كانت جداً ناجحة أولاً أول هدف بدأ بتحقيقه هو ترميم داير بكركي أو المقر الشتوي يلي كان بدأ مثل ما قلنا عمرانه إلى أيام البطريارك حباش ولكن كان بعده مقر بداية صغير صحيح فأقام من 1894 إلى 94 سنوات بترميم وتجهيز وتوسيع المقر البطرياركي الشتوي كمان عملوه على شكل أش بداية وحد اليوم بعد في عنا أبني أو طوابق السفلة بعد من أيامه والعقد الغرف اللي فيها عقد وحتى الكنيسة بفترتها يعني في عنا تقريباً المقر بشكل 80% تنقول هو باستثناء أكيد لتعمر مؤخراً طبعاً إنجاز الأعمال إنجاز الأعمال الأمر الثاني يلي كان من أهم الأعمال يلي هو استعادة المدرسة المارونية بروما كما أن المدرسة المارونية يلي بالـ 1789 للـ 1801 احتلت من إبال نابوليوم ورابارت بالـ 1812 انبعت وصاروا الطلاب يتعلموا بمدارس المجمع المقدس البروباغاندا ولكن يعني كانوا مثل منع بس منا مدرسة لأنا فبـ 1890 بيقرر البطرك الحج إنه يستعيد الملكية لـ لها السبب بيرسل الكرسي الرسولي المطران ليس لحويك ومن بعد عدة اتصالات وعدة مشاورات مع السلطة السياسية والروحية هونيك قدرنا أنه نشتري مبنى بمساعدتهم وكمان السلطنية كمان دفعت مبلغ من المال كمساعدة اشترينا للطائف المارونية مبنى وأصبح مدرسة قائمة وصارت ملكية للطائفة ودلها ده المبنى للـ 1937 خرج مئات المتعلمين والمطارني والبطاركي منهم كمان وغيرها وأيضا بنا نقول أنه أرسل عدد وافر من الطلاب بعهده إلى هذه المدرسة ليه أولا صارت لألنا صارت ملكية للطائفة ملكية للطائفة أرسل معلمين كمان كان في مكتب وقته حتى أرسل كتب منهم للكرسي الرسولي أو بعفوا للمدرسة المارونية لا يكون فيه مكتب عامرة فيها الأمر الثاني كمان تربويا قدر يستحصل من فرنسا على منح بأحدى المدارس الأكاديمية العليا اسمها سانسو البيس يبعد كان كل سنة دفع من الطلاب كمان تتخصصوا بها المدارس الآن نحن من قول مدرسة ولكن هي كانت مدرسة عليا يعني مثل جيمعة ناسبة جيمعة اليوم تماما هذا تربويا على الصعيد الرعوي أنشأ نيابة بطيركية بالقدس وأخرى ببريس بعضهم لحد اليوم اليوم يصاروا أبرشية أو أسقفية كمان كان عنده علاقات وطيدي مع الموارن اللي هن بمصر وكذلك الأمر بأبرش وكذلك الأمر ببلاد أوروبا وأميركا حتى صار في مراكز مراكز الكنيسة الصحية ودعمها ماديا لأنه كانت فترتها عندنا استقرار مادي وكانت الرهبانات كمان صار عندها تملك كثير للأراضي صار عندها موارد كان في تكامل بين السلطة الرهبانية والسلطة البطرياركية لأنهم يدعموا بعضهم ماديا وسلطويا ويقدروا يغذوا هالأبرشيات وهالكنائس اللي عم تنشأ والمدارس وغيرها حكيت بالمؤدمة عن أوسمة نعم العديد منها صحيح أول شي ممكن كان لما كان أسقف نيل من السلطة العثمانية صح ووسام شو أهمية الأوسمة وبأي مونسبة كانت كلا واحدة منها صح الوسام هو دلالة لاعتبار الشخص وتقدير وتقديره وكان صعب أنك تحصل على وسام من السلطة العثمانية ولكن نتيجة مواقفه وشخصيته وجدارته وعلومه كمان كان جدا متعلم استطاع أنه يحصل على عدة أوسمة من السلطة ومن فرنسا كمان حتى كمان أجوه هدايا من الكرسي الرسولي يعني البابا اليوم صحيح نتيجة متلما قلناها المآثر تابعه وعلاقاته الوطيدي ومواقفه وغيرها وهيدي كمان بتاعتي انطباع جيد عن الشخص أولا على سعيد شخصي وتانيا كمان بالدولة اللي بياخد فيها ووسام معناتها هي راضية عنه فهيدا رمزيتها مهمة يعني بالنسبة للطائف المارونية وعلى السعيدة السياسية كيف كان التعاطي معهم انطلاقا من الأوسم لأنه عنده مواقف عنده شخصية معينة بيرزة استحقها لأوسم لكن نتيجة علاقة سياسية مميزة بفترة نحنا كنا بجبل لبنان مرحلة استقرار كان في عنا نظام متصرفية وكان الوضع استثب والمتصرفية بس تنشير لالها اللي هي جمعت بين مقاميتين المنطقة المسيحية ومنطقة الدرسية بمنطقة واحدة يعني رجعنا جبل لبنان مثل ما كان ولكن المتصرف كان عثماني من أرض السلطة العثمانية مسيحي هي بتعينه وتوافق على الدول الكبرى هذا يعني لا ما يكون في خلاف على السلطة الداخلية يعني لا أنا ولا أنت بنحكم بنجيب شخص من السلطة العثمانية بيحكمنا ولكن نحنا كليبنانيين بيكون في عنا مجلس إدارة مثل مجلس نواب اليوم من 12 عضو من أبناء المنطقة فكان الوضع مستتب وكان في مثل من زمان يقولون يالي اللي عنده مرأة عنزي بجبل لبنان لا لأنه اقتصاديا عيشين منا بثروي ولا يكن عيشين ولكن أكثر من هيك أمنية مستقرين ما عنا خليفات بقى الوضع ماشي لها السبب كانت علاقته جيدة مع المتصرف والمتصرف هو اللي سعى الحال السلطني طبعا يعني مشين هيك السلطان كميرا يرضي عليه تبادل بالرسائل هو أحيانا البترة كان مثل ما ذكرت استيزائلية يساعد بعض الأمور أو بعض النكبات اللي تصير بمناطق تركية أو بالسلطنية والعكس يعني كان الوضع جدا مستقر ما كان في حروب ما كان في فتن كان مستقر ومستتب لإنجاز العمران وغيره وكمان مثل ما كنا قلنا يعني هو عم بيتابع ما كان بدأ في السابقين البطاريكي أسلافه وعم بالعكس هو عم بيركز بعض مدميك إذا بنا نقول البطاريكي الحديثي من البطاريكي اليوم ببكركي وكمان المقر الصيفي يلي هو بالدمان لليوم هو يرممه بعدنا على الطراز يلي هو يرممه بالدمان من أيام البطاريك الحجم هيده إذا بنا نحكي شوي سياسيا هلا علاقاته مع الكرسي الرسولي الكرسي الرسولي بفترتها كان في عنا حركة ليتاني من قلنا أو اللاتينيزاسيون يلي هي محاولة تحويل المذاهب الشرقية أو الطواقف إلى لاتين وهيده تتضارب مع واقعنا أو مع تراثنا نحن يعني إن كان بالتقوس إن كان بالإداس إن كان بالزي الحبري وغيرها من الأمور وهو لا العكس أصر على شرقية تقوسنا وبالوقت ذاته نحن خاضعين أو تابعين للكرسي الرسولي بس كل واحد عنده خصائص أو عنده مميزات لسبب هذا كمان أرسل المطران لحويةك عدة مرات إلى المجامع المسكنية اللي تعقد كان بباريس نعقد مجمع وكمان بروما وأصر على هويتنا الشرقية أو المشرقية وبالفعل توانت الكرسي الرسولي عن هالمحاولات الليتانية إذا نقول وعندنا نحن لحد اليوم على طبيعنا الشرقي هذا فيما يتعلق بالكرسي الرسولي غير هيك كان في عنده علاقات وطيدي يعني ما بدنا نقول من الند للند من حلوة بين ولكن يعني كل واحد بيحافظ على هويته بيحافظ على خصوصيته مع احترام ومع التبادل بالمراسلات والأمور الروتينية العادية يعني شو أثر كل هالشي اللي حكيناهم بحلقة اليوم على مسيرة الكنيسة المرومية وإستمراريتها لليوم صحيح أولا التأكيد وتثبيت الهوية المشرقية على أيامه واحد اثنين كمان على عهده مثل ما قلنا تثبت المقر البطرياكي بالدمان الصيفي والمقر الشتوي بحالته شبه النهائي اليوم تنقول ثلاثي الاستقرار يلي نعمد فيه الطائف المارونية والمنطقة عموما يلي ساهم مثل ما قلنا بجملة تغيرات ومن مدارس أربعة المدرسة المارونية يلي كتير مهمة يلي استعادة ورجع عمروا مبنى جديد أو اشتروا ورمموا ووصعوا هايدي أبرز الأمور يلي صارت بعهده يلي طبعت زمنا نقول الحقبي وما زلنا حتى اليوم كمان عم نتلمس بعض من نتائجه الدكتورون هيك المسلخية تيم حلقتنا اليوم شو كلمة أخيرة ما تحب تقولي؟ كلمة أخيرة نحنا حقيقة التاريخ الماروني غزير بإن كان برجالات والعظماء إن كان بالمؤسسات يلي كانت لألنا وما زالت بالأديرة واليوم يريد نرجع نتوقف أكتر عند هالأمور هايدي بنستفيد بالتبحر والبحث عن هالمعلومات عنه لأنه هيدا تراثنا وهيدا تاريخنا وكمان كلمة بحب أقوله أنه ما لازم نحنا نتخلى عن لبنان نحاول قد ما فينا الحافظ أولا كما ورني وماسيحيين ولبنانيين على بلدنا نستقر فيه نتشبس فيه الهجرة منا هي سبيل هويتنا ما نتخلى عنا هيدا ما أقول مثل ما عنده ماضي ما عنده حاضر ما عنده مستقبل هلأدي تراثنا غانين حافظها عليه شكرا لك دكتوروني مشاهدينا الكرام مصلخي تيم حلقتنا اليوم كمين بحلقة اليوم هيكد راح نبقى طالما عم نحكي عن الصمود وعن أرز الرب هو رمز لصمود اللبنانيين عامة ولا الموارن خاصة راح نبقى مع المشاهد من تصوير الأب شادي بشارة اللي بنختم فيها حلقة اليوم على أمل التأفيكن بموعد جديد منترك عندكم سلام ربنا وشكرا لكم أنتم مشاهدينا اللي تبعتونا دايماً بتكونوا أوفية لهالبرنامج برنامج عطل الأداسي إلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة